انا هكلم دلوقتي حاز امام مشجع نادي الزمالك انا عرف انك تعشق نادي الزمالك مش مجرد لعيب كبير وتاريخي في نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك بيسأل دايما السؤال اللي هو هجماعة انا زنبي ايه انا نفسي اعيش مع فرقتي اللي هو ايه بيكسبه موسم ولا التاني ويكمله سلسلة انتصارات والسؤال اللي هو ليه دايما الزمالك بعد ما بيكسبه وبيحقق نجاحات بيحصل ضرب بعد كده ليه ما بيحصلش توالف الانتصارات والمكاسب انا نكلم دلوقتي حاز امام مشجع مش مجرد واحد اسمي تاريخي في نادي الزمالك هو طبعا تبقى تأثير من الجميع يعني لو فيه تأثير التأثير بقى من الكل عشان انا مش عايز اطلع حد يبقى هو بطل وحد تاني مظلوق بس انا شايف ان مثلا لما انا بدأت مثلا او على الاحداث اللي بتحصل في القرى المصرية لما نزمك بهمش فترة كويسة لازم بعدها حاجة تحصل خارج القرى تحصل ازمة في نادي الزمالك مثلا من بداية الفين واربعة يعني نادي الزمالك كان من تسعة وتسعين لغاية الفين واربعة كنا نمشين كويس جدا واخدين تلاتة دورة واخدين بتورة افريقيا بعدها حصل تغييرات في رؤساء النادي اعدنا برؤساء مؤقتة لغاية الفين واثناشر مثلا صحيح فدي استحالة تدي استقرار للنادي انا مش طبعا مش عايز اخلي حد شكل كويس وحد شكل وحش فما يصحش او ما ينفعش ان النادي الزمالك يقعد سنة واثنين وثلاثة من غير رئيس نادي او برئيس نادي مؤقت يجي ببقى الان ان هو ياخد قرار يجي تحسب عليه بعد كده فده انا شايف ان ده سبب رئيسي من دين الاسباب النادي الزمالك مع اندخلش الاستمرارية بس على موضوع الادارات ده وانت عشت تغييرات ادارية كثيرة يعني في نادي الزمالك كان دايماً نادي الزمالك حتى مع التغييرات الادارية دي بنشوف جهاز فني اجدبي بنشوف صفقات يعني ما فيش مثلا مش فاكر السنة مثلاً مدخلش سوء الانتقالات وجاب لعيبة كويسة تماماً ما شفتش مثلاً الزمالك ما بيجيبش جهاز فني محترم يعني الا مثلاً لو سوق حظ قابلك وانت بتجيب جهاز فني اجدبي ما فتطلعش مموفق يعني بس انت بتسعى اي فين المشكلة يعني لو على فريق الكورة ودايماً يتقال انه لعيبة نادي الزمالك لعيبة موهوبة لا بتبقى مشكلة كبيرة يعني يعني مثلاً ما حدش طبعاً انا ما قدرتش اطلع في اي برنامج مثلاً وقلنا انا ما اخدش فلوس او انا بالعب كورة او انا بالعب كورة او انا بالعب كورة في الناس الزمالك لا بتبقى مشكلة كبيرة انت ممكن تقعد بال7-8 سهور مابتاخدش اي حاجة وتجد حاسب انت وان جميل تهاجمك وتطولك انت بتقديش ومشملك ومتندرش تطلع انا ما ماخدش فلوس دا بتبقى لان طبعاً بيحصل قدامك مشكلة كبيرة جداً يعني اللاعبه دا برضو ايه بنقدمين عايشين زقاً عن دوم التزامات عندهم التزامات لما تلاقي مثلاً في فترة ان في ناس بتيجي توقف قدام النادي مداينة اللاعبه دي اللاعبه دي بتخرج من باب تاني او كل دا بيحصل في الاخر هتجي تفرج عليه في الملعب طبعاً انت بتقول انه احياناً بتبصل لمرحلة انه فيه لعيبة يبقى عليها ديون ويضطروا يتهربوا منها من الناس اللي مستنياهم طبعاً عشان بعض الناس تتخيل ايه يا كابتن حيزب انا بحب اوضحها دايماً يقولك هم بياخدوا ملايين مديونين ايه هم مش فاهمين انه ملايين دي انت عندك التزامات وعندك ناس بتصرف عليهم وعندك صوت زيك زيك مواطن عادي كل واحد بيمشي على قد اللي بيخشه برافو عليك يعني فهو على قد اللي هو مثلاً مواضي عليه في العقد فبيبدأ يمشي على الاساس التزامات ويكبرها لا يحصل عكسي اه يعني انت ممكن فيه لعبة كتيرة بتبطل كورة بتلاقيه ما عندهمش حاجة اه يعني لا لا وتلاقيهم قاعدين مثلاً في سكن ايجار او بسبب اللي حصل الفترة مثلاً زي ما بقول لحضرتك الفترة اللي هي ما كانش فيها استقرار في النادي اه وفيه ناس تاني مثلاً من الادارات اللي بتيجي بتبقى عايزة تطلع حاجة او تمدي على حاجة عشان ما جيش انا اتسئل مثلاً بعدها بسنة مثلاً بعد ما امشي فبيأجله كل حاجة فانت هتلاقيين احنا السنة دي ماشيين بطريقة وحشة جداً لا وانت كمان انت ككابتن نتزماء او كنت في الفترة اللي كان فيها بعض المعاناة المادية ديت هتلاقي فيه لعيبة يعني اكيد الدخل بتاع قليل هتلاقي بييجي يقول لكابتن انا ما عايش اتصرف لي حصل وفيه لعبة بتساعد لعيبة وبيقفوا جنبيهم بس مش هتقدر تقف جنبه للنهاي يعني مستحيل او 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 انا ليه فتحت الموضوع دوتو بقى او موسع فيه الكلام انه احياناً اللعبة في الملعب يبقى لوه مثلاً حازن امام مش بكلام من حازن امام انا بديه مثلاً عشان انت لقيد معاي مستوى مش كويس يقول لك او متراجع ليه اصلاً جماعة ما بياخدش فلوس من سبعة شهور هوا ملل فلوس باللعب انت تلعب كويس انت مضغوط انت نازل مش مركز في حاجات او 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 مش هتوقعها ان مثلاً حد يكون بيهرب من حد بتسل بيه مثلاً عشان عليه حاجة او 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 مش متخيل ان كمية الضغوط اللي هو محطوط فيه صح استحالة باي شك من الاشكال هيظهر بمظهر كويس في الملعب صح فدي انا انا شايف ان دي سبب رئيسي يعني نادي الزمالك مؤسسة كبيرة مؤسسة مصرية كبيرة يعني تاريخية ليه يحصل اصلاً ازمة مالية يعني انت لو بتتكلم على الصفقات او انا عارف ان انا برضو بكلم اللي بقى خارج الصورة بقى مش في الملعب ليه يحصل ازمة مالية وخاصة انه فيه بيع وفيه شراء وفيه اعلانات وفيه رعاية وفيه تفاصيل كثيرة ليه يحصل مشكلة حتى مع تغيير الادارات يعني انا افهم دلوقتي مثلاً قاله كريم رئيس نادي الزمالك انا لو بقيت رئيس نادي الزمالك مثلاً يعني هحاول اشوف الفلوس بتاعت نادي الزمالك او الزمالك بخشوره فلوس منين بيحصل كده قامش اساس ما في الناس زمالك طبيعي لان انا النهاردة بتعامل مع استاذ كريم وانا جاي عارف ان استاذ كريم قاعد الاربع سنين دولت وهتعامل معاه خلاص بالشكل ده باتفاق معين بالزبط كده يجي واحد غيره يغير الاتفاق غير الاتفاق انا شاف ان الديل اللي انت عملته معه مش كويس يعني مش مصلحة النادي صحية فالديل اللي عامله الازمة الكبيرة على الناس زينك احتماق كبير جداً على الشراكات بتاعت النادي يعني يعني الدنيا حتى بيحصل فيها مفراجة في الفترة دي بعد كده بعد ما بتخلص الفترة دي دايما بيحصل ازمات سواء المجلس مغود او او تغير او مجالس مؤقتة تصل مصادر الدخول او الامور المالية مش متعددة مش متنوعة مع انك بتاخد بطلات يعني مع انك مثلا واخد دوري واخد كاس افريكي واخد كاس سوبر افريكا واخد كاس سوبر مصر يعني انت فريق بياخد بطلات لا اسم نادي الزبالك كيف يعني وفي كل الالعاب بالنيم يعني فدي المفروض لوحدها هتبقى جاذب ليك ان انت هيحصل ان فيه شركة تيجي تعمل تبقى عقد رعان نات زمانك عقد كبير يليق باسم نات زمانك انا شايف للاخر حاجات دي كلها لان دايما اللي هيجي اتعامل عايز يتعامل مع شخص واحد صح انت دايما شايف ان فيه تغيرات زي ما انت شايف اللي بيحصل دلوقتي فانا طبيعي مستثمر استحالة هجي احط فلوس في نات زمانك طيب